أهلا بحضراتك وتابعنا مبارح إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى لشعبتي العلمي والأدمي طبعا الطلاب دلوقتي في مرحلة الاستعداد لدخول الجامعة في السنة الأولى ومن الضروري أن هم يكونوا على دراية إزاي يستفيدوا من المنح الجامعية المتاحة لهم أكيد دي مرحلة بتبقى حساسة وفيها بعض الحيرة لكن كمان محتاجين ليرسمننا الخطوط العريضة اللي نمشي عليها وينور لنا كده الطريق ويقول لنا احنا ممكن نعمل إيه إزاي نستفيد من المنح وإزاي نأخذ المؤشرات أو النتائج اللي طلعت في المرحلة الأولى يستفيد منها المرحلة التانية ويتفادوا إيه اللي ممكن يقعوا في زمائلهم في المرحلة الأولى لقدر الله ويعيدوا مرة تانية ترتيب أوراقهم دكتور أحمد عبد الرشيد حسين أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان بصبح على حضرتك يا دكتور مرحبا بحيك فن صباح الخير يا فن صباح الخير أهلا بحضرتك انتهت المرحلة الأولى اتدت المرحلة التانية وأكيد حضرتك ليك ملاحظات تقولها لطلابنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم في بداية طبعا كلمتي اسمحي لحضرتك للأستاذ زهيبة والأستاذ محمد نقدم كل التحايا والتقدير لحضرتكم والأسرة البرنامج المؤكر وجميع أستاذ المشاهدين لهم مشرفين طبعا بالدعوة المؤكرة كي يكونوا حضرتكم في هذا البرنامج اللي كل مصري بتشوفه وحتى العالم كله بتشوفه وفقتم وألف مبروك لكم جميعا وإن شاء الله إلى مزيد من التفاوق والتميز طبعا النتيجة اللي حضرتكم تفضلتم بالإشارة إليها طبعا التنصيق كل البيوت المصريية دلوقتي بتحاول بقدر الإمكان هي تختار الفرصة المناسبة الملأمة لأولادهم الطلاب المتميزين عشان يستكملوا مراحل دراستهم الجمعية إن شاء الله طيب عظيم جدا ونحن نتكلم يا فندم عن المنح الدراسية إيه هو مفهوم المنح الدراسية تمام يا فندم موضوع مهم جدا التطرق ليه موضوع المنح الدراسية لأنه هو بيحاول بقدر إمكان يقول لنا إيه طالب المتميز ده طالب غير تقليدي فالدولة بتهتم بيه المؤسسات الجماعية بتهتم بيه الرعاة وأصحاب الأعمال بيهتموا بهذه الكفاءات النادرة لأن إحنا بنحاول بقدر إمكان نقول إن المنح الدراسية دي هي عبارة عن استثمار في العقل البشري فلو إحنا قلنا مثلا فيه طالب متميز لابد إن إحنا نكرمه ونحاول بقدر إمكان نقوله استمر في تمييزك والتحق بمنح الدراسية زي ما نوضح للجميع السادة المشاهدين في بقية الليل الحوار طب إيه بقى المنح دي؟ المنح دي فندم إزاي عرفها الطالب في البداية؟ بالضبط فندم المعلومة دي هو طبعا الطالب أولادنا الطلاب اللي هم متميزين دول هم عندهم نوافذ استقبال مختلفة على جميع وسائل للتواصل الاجتماعي على المواقع الإلكترونية للجامعات على الميديا على كل دي نوافذ بتحاول بقدر إمكان تقول لأولادنا الطلاب أنت فين من هذه المنح الدراسية؟ أنا طالب مثلا في جامعة أو التحقتي بجامعة أتواصل مع الموقع الإلكتروني للجامعة بتاعتي أتواصل مع الموقع الإلكتروني للجامعات الأخرى عشان أقدر إنجاز التعبير أنقب أو أبحث على المنح الدراسية اللي هي متناسبة لإيه لقدراتي وإيه واستعداداتي فلو إحنا قلنا مثلا منح مثلا بتقدم للطلاب اللي هم مثلا يحصلوا على دراسة مثلا في جامعة مثلا والجهة الشريكة هي اللي بتدعم هؤلاء الطلاب بتزديد المصرفات برضو بتوفر لهم لابتوب طبعا إحنا دلوقتي بنقول إيه لأولادنا الطلاب طالب المتميز ده محتاج الميديا والوسائط التكنولوجيا المختلفة عشان يقدر يتواصل ويبحث ويجمع الأفكار المختلفة اللي هي هتضيف له في مجال تخصصه حضرتك برضو الأستاذ هيبع فكرة إن إحنا نقول لأولادنا الطلاب أنت يا فندم طالب متميز لازم يكون ليه حضرتك كل يوم سي في مختلفة بمعنى إيه كل يوم أنا بدخل على الوسائل التواصل الاجتماعي أستفيد من أراء الخبراء أتعلم من أسات زيتي كل ده هيرسمني الطريق إزاي أحصل على المنحة الدراسية المناسبة لقدراتي وكفائتي طيب عظيم جدا إحنا عايزين مثال بس يا فندم الموضوع المنح ده يعني مثلا لو طالب جايب مجموع عالي وهيدخل كله الطب هل المنحة دي عبارة عن برنامج داخل الكلية ولا هو هيخلص دراسته مثلا في الجامعة وبعد كده يلتحق بالمنحة في الخارج أو حتى برنامج بعد ما يخلص الجامعة في الداخل كدرساته عليا الاتنين معني فندم طبعا توجيه حضرتك برضو سيد محمد في هذا السياق مهم جدا ممكن أنا طالب تنسيق خلاني لتحقت بكلية استمرت فيها بدأت في سنة أولى أنا عشان أنا طالب متميز استمحت لمحاضرة لأحد أسات زيتي بينوه على موضوع مهم جدا للبحث العلمي عملت ريسيرش على مؤسسات دولية معينة أو مؤسسات إقليمية أو حتى عندنا هنا في المجتمع الليل المحلي فمن في الحالة دي ممكن أنا إيه أقدر أوصل لهذه ليه الجهة لو قلنا أمثلة مثلا في مؤسسات بتدعم عندنا في مصر مثلا ومصرنا حبيبة طبعا أسمح لي من منبر حضراتكم المؤكر الدولة مهتمية جدا بالتعليم في الفترة الحالية بدعم طبعا القيادة السياسية في خامة رئيس فتاح السياسي طبعا ربنا يا رب يحفظه المصر والمصريين في مؤسسات راعية للنوابق دول زي مثلا لو قلنا مثلا مؤسسة مثلا نيه سويرس مثلا بتدعم الكفاءات مثلا الجامعة الأمريكية برضو لو قلنا مثلا مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كل دي مؤسسات عندنا في المجتمع المصري أولادنا الطلاب ممكن أن هم يقدروا يتواصلوا من خلال النوافذ أو الكنوات الإلكترونية لهذه ليه المؤسسات عشان يقدر يحصل على ليه المنح المناسبة له عدرتك برضو تفضلت بالإشارة ممكن أنا خلصت الدراسة الجامعية بتاعتي بعد أربع سنوات أو ست سنين لو أنا كنت في كل الطب ممكن أستكمل مراحل الدراسات العالية بتاعتي من خلال الحصول على منحة مثلا إيه لجمع مادة علمية للاستكمال الدراسات العالية في الخارج مثلا برضو ممكن أنا أحصل على منحة دراسية عندنا هنا في مصر مثلا من خلال بعض إيه الكليات مثلا لو إحنا قلنا مثال إحنا لسه كنا في جمعتنا العريقة جمعة حلوان في منحة كانت مقدمة للطلاب اللي هم فكرة الاختراع اخترعوا في كلية هندسة طبعا اخترعوا أبناءنا الطلاب بعض الأنواع من السيارات اللي هي صديقة للبيئة طبعا الجامعة كانت متكفلة بالرسوم بالسيارات الكهربية بالضبط يا فن الجامعة كانت متكفلة بالرسوم الحصول على هذا الاختراع من الألف للياء ففي الحالة دي أنا عندي كفاءات جوه جمعاتي ففي الحالة دي الجامعة بتدعم هذه الكفاءات للوصول للمجتمع الخارجي أنا دلوقتي كطالب أخد شهدت السنوية العامة وابتدأ دور على المنح أو راسي الجامعات مختلفة تقدر أن هي تقبني للدراسة برا بالمجموع بتاعي ولا أدور وأنا جوه الجامعة تمام حضرتك موضوع المنح الدراسية ده فاندم هو عبارة عن إيه زي ما قلنا من شواء هو استثمار في العقل البشري للطالب المتميز ممكن الطالب هو حصل على مجموعه هو التحق بكلية معينة من الممكن هو يستمر في هذه الكلية ثم بعد ذلك يبدأ بها يتواصل مع بعض المؤسسات التعليمية اللي من خلالها تقدر الطالب أن هو يحصل على هذه المنحة الليه الإدراسية لو حضرتكم سمحتوني هو المنحة الإمتيازات اللي هيحصل عليها الطالب عقب حصوله على هذه المنحة رقم واحد فيه منح كلية وفيه منح جزئية المنحة الكلية الطالب ممكن المؤسسة اللي هي الدعمة لهذه المنحة بتسدد له جميع المصرفات للتحق بالإيه بالجامعة أو بالكلية بتوفر له الكتب ولو اسمحوني حضراتكم دلوقتي الكتب في التعليم الجامعي لها مسمى اسمها الكتاب الإلكتروني التفاعلي مش برينت أوت اللي كان موجود زي زمان فده محتاج أن الطالب يكون عنده وسائل التواصل والتعامل مع التكنولوجيا المختلفة أيضا من الممكن في بعض المؤسسات عندنا هنا في مصر بتشترط من شروط للتحق بهذه المنحة أن الطالب يقدم ما يسمى مفردات مرتب لأسرته أولي الأمر عشان تقدر هذه المؤسسات تتأكد أن هذا الطالب هو متفوق هو أريد متفوق لكنه استحق كمان بالضبط بس الظروفه المادية يعني تحول دون إيه أن يستمر ويلتحق به مؤسسة التناسب مع قدرات فبتقدم له هذا ليه الدعم المادي أيضا بعض المؤسسات بتقدم فكرة أن يبقى فيه تحفيز مادي وليكن مثلا إيه راتب بيحصر عليه الطالب مصروف شهر مصروف شهر بالضبط كده خاصة لو الطالب ده يعني ساكن بعيد عن إيه عن الجامعة اللي هو ملتحق بيها ففي الحالة دي دي منح تاخلية جوى الدولة ولا بره خالص نطلع بره حدودنا يعني مثلا الجامعة الأمريكية لو احنا تكلمنا عن الجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية بتوفر كل ما له علاقة بإيه بأن الطالب يلتحق بمنح وفرص دراسية في الخارج بس طبعا شرط اللغة ده مهم جدا فأيضا المؤسسات اللي موجودة زي مثلا مدينة زويل يا فندم مدينة زويل دي لو احنا دخلنا على الموقع الإلكتروني هنبحر في العديد من الايه من الروافد أو المصارات العلمية الأكاديمية لتتناسب مع ايه عقول أبناء للطلاب الخاصة للمتميزين أيضا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أو التكنولوجيا عفوا في بعض الجامعات الحكومية لو قلنا مثلا جامعة الكاهرة بتقدم العديد من الفرص بس المهم ايه شروط اللي للتحاق بايه بهذه الليل منح تكون متوفرة في هذا الطالب جامعة المنصورة فندم وجامعة المنصورة طبعا احنا بنقول أسماء ليه احنا مش بنتحائز لجامعة لحساب جامعة ولكن احنا بنقول أسماء عشان خاطر نقول للأمازج لجامعات خاصة وجامعات حكومية بالضبطة فندم الاتنين معا ويمكن حضراتكم في المداخلة الرائعة للدفل الكريم كان نتحدث على موضوع مهم جدا وهو مصر دلوقتي برعاية وقيادة القيادة السيسية فيها العديد من المصارات المختلفة لليه لبرامج التعليمية سواء تعليم عام أو جامعات حكومية التواصل مع المجتمع الخارجي زم حك تفضلت للأستاذ إهابة فدلوقتي احنا في مجتمع اسمه مجتمع المعرفة مجتمع التحول الرقمي لابد أن أنا كعقلية كطالب أكون قادر أن أنا أتعايش وأعمل أدابتيشن ومواقمة مع هذا المجتمع ده جميل جدا يا فندم المؤسسات المنحة لهذه المنح الدراسية بالنسبة للطالبة هتستفيد أول جامعات حتى اللي بتقدم هذه المنح إيه واجه الاستفادة نعم يا فندم السؤال حيك رائع جدا اسمحني أستاذ محمد هو دلوقتي المنفعة متبادلة واجهين لعملة واحدة أنا كطالب هحصل على امتيازات مختلفة من الجهة الداعمة وهتوفر لي تحفيز مادة إلى آخره وفي نفس الوقت الجهة الداعمة دي هتستفيد مني أنا إيه بعد التخرج لو إحنا زمان وإحنا صغيرين في الجامعة كانوا بيدرسونا علم الاقتصاد بيقولنا إيه أي مؤسسة نجاحة لها مكاومات للنجاح أول حاجة المكاومات اللي إيه المادية اللي هو النقود أو الفلوس وفي مكاومات أخرى ودي أهم من النقود اسمحني وهي الكفاءات البشرية يا فندم بينك وصين أنهي كفاءات المتميزين فعشان كده الطالب المتميز ده ده كنز يا فندم كنز للمؤسسة وكنز للمجتمع لابد أن نستثمره ونسق المواهبه ففي الحالة دي بعد الطالب ما يتخرج من هذه المؤسسة من الممكن أنه يلطحك بوظيفة مرموكة في هذه المؤسسة من الممكن لكنه مش شرط لا في بعض المؤسسات بتعمل ده شرط يعني أنا مثلا هدي لك الفرصة وهدعم تمييزك وتفوقك بس بعد ما حضرتك هتخلص هتشتغل عندي في المؤسسة تبدأ دي أكبر ميزة أو أكبر حافظ بالضبط لأنه هو أي حد بيتعلم هو حلم حياته بعد ما يخلص الليل التعليم بتاعه فرصة العمل بس هو اسمحوا لحضراتكم بإسلام شاء الله فيه روافد وفيه مصارات مختلفة بس المهم مين إن إحنا نبحث أنا كطالب لابد أن نبحث بالاستعانة هو كمان فيه جزء مهم قوي على أولياء الأمور الحقيقة الطالب لوحده يمكن ما يقدرش بالضبط فندم يعني مقدرش يلم بكل حاجة هم صحيح مطلعين جداً طبعاً السن الحديث بيبقى مصح صح كده وشايف كل حاجة على مواقع التواصل وقدر يوصل لها بس كمان الاختيار بتاع أن أنا ماخدش أي منحة من أي جامعة يعني الشهادة خلينا نقولك يا الشهادة القيمة اللي ليها الجودة المعتمدة صح اسمحي لحضرتك يا برضو طرحة هيك رائع جداً أستاذ هيبة وهي فكرة إيه؟ أنا كطالب قدراتي أنا متميز بس مش هقدر أوصل للمنحة دي إلا من خلال الاستشارة لبعض ولي الأمور مثلا والد الطالب أو والدته أخو الكبير أستاذه اللي كان بيدرسله في المرحلة السنوية أستاذه اللي بيدرسله الوقت في المرحلة الجامعية كل ده بيحاول بقدم كان يقول الطالب إيه خلي بالك هناك محزير وقيود للتحق بمؤسسة ألف والابتعاد عن مؤسسة بيه طبعاً لازم تبقى مصنفة لازم يكون مصنفة ولها كريدت ولها اعتباد الدول يا فنزة صحيح واسمحوا لي حضرتكم برضو إحنا من خلال منبر حضرتكم المؤكر بنقول لأولادنا الطلاب خلي بالكم من الكينات الوهمية والدولة جاهدة في مواجهة هذه الكينات وفي الجهزة الرقابية والدبطات القضائية بتحاول بقدر المؤسسات التي هي طبعاً تنتحل صفة المؤسسة الجامعية فاحنا بنقول لأولادنا الطلاب خلي بالكم احنا في مجتمع تحول رقمي وميديا لأخيره بس خلي بالكم انت هتحصل على منحة دراسية مؤتمدة ومصرح لهذه المؤسسة بمزاولة العمل التعليمي من طبعاً المجلسة الجامعات وغيره طيب ازاي الطالب يقدر يفصل ما بين دراسته في الجامعة ودراسته لهذه المنح تمام يا فندم انا دراستي في الجامعة بلتحك بالجامعة بتاعتي وبدرس المكررات بتاعتي وفي نفس الوقت ده بيسموه لإيه الأنشطة الإثرائية علم المناهج وطرق تدريس بيقول لنا إيه انا كطالب باخد الكورسات بتاعتي وفي نفس الوقت بستزيد علماً من خلال هذه المنح الدراسية فلو فرض أنا مثلاً في كلية معلش اسمحولي برضو فيه مفهوم كده بيقول لنا إيه فيه حاجة اسمها كان زمان بيقول لنا فيه كليات القيمة لا كليات القيمة فندم فيش حاجة اسمها كليات قيمة وكليات عدم قيمة الكلية القيمة هي الكلية اللي إيه اللي أنا أتميز فيها بقدراتي واستعداداتي فلو أنا انتحقت مثلاً بكلية ألف مش أقول أسماء عشان أولادنا الطلاب ما إيه ما يخدوش كلمتي وبعدين لو أنا انتحقت بكلية ألف كل ألف دي فيها كرسات وفيها محاضرات وفيها معامل وفيها إلى آخره وبعدين أكون لصيق لإيه إنجاز التعبير لأستاذ أفن أستاذ مين هو ده اللي هيقول لي أستاذ اللي في الجامعة هو ده اللي هيقول لي أنت هتدخل على أنهي ويوجهه ويوجهني بالضبط كده عشان خاطر إيه أستزيد وده بيسموه حاجة اسمها الأنشطة الإثرائية السابرة اللي هو فكرة إيه آه أنا درست أنا كأستاذ جامع درست المحاضرة في الإطار اللي هي النورمل أو الإطار المتواصل بس هدي مجموعة من الإيه الوسائة التفاعلية مين اللي هو هيقدر أنه يتواصل مع الوسائة التفاعلية الطلبة المتميزين هيجولي مكتبة بعد ما خلص المحاضرة وبعدين أنا هبدأ بقى أقول لهم آه خلي بالك أنت عايز تحصل على فلان عايز تحصل على منحة من خلال هذه المؤسسة اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة عشر يبقى في الحالة دي إيه أنا هلتحك بجمعتي وهدرس المكررات اللي هي المعتادة وفي نفس الوقت هستزيد علما من خلال إيه كفاءات أسد زيتي دول اللي هم هيوجهون وده من الشهادة مزدوجة في الحالة دي يعني هو هيمشي في خط متوازي هيزود على المناهج اللي واخدها أصلا في الجامعة الأصلية بتاعته أو في كليته هياخد شهادة من الجهة معتمدة للمنحة اللي هو خدها حصل عليها مع دراسات الكلية أو هلتحك بقى بالمنحة ويسيب الدراسات الاعتيادية داخل الكلية السنين الاعتيادية في الدراسة السؤال حقيقي رائع جدا أنا دلوقتي أنا كأستاذ جامعة بدرس المحاضرة بتاعتي وبعدين بدي مجموعة من الروافد أو الأوعية لإيه الدراسية اللي ممكن الطالب يستزيد منها عالما طيب أنا لما هدخل أنا كطالبة لما هدخل على هذا الموقع الإلكتروني إيه اللي هيحصل هذا الموقع الإلكتروني هيطلب مني السيرة الزيتي أنا كطالب طيب إن اقتنعت المؤسسة الرعية لهذه الموهبة من خلال السيرة الزيتي بتاعته هتقدم له هذه المنحة في الحالة دي هتقول له اشتراطات وفي الحالة دي من الممكن بعد طبعا حصول على الموافقات المختلفة من الممكن الطالب يلتحك بهذه المؤسسة سواء كانت في الخارج أو حتى في مصر وفي الحالة دي يحصل على المؤهل الدراسي بتاعه من خلال هذه الجهة المعتقدة